الشق الثاني من شقي هذه الجريمة الطوسية المزدوجة محاربة برنامج العترة الطاهرة بعد كل ذلك التحريف والتزييف وما يتفرع عليه من عملية تثويل وتجهيل وتدمير للعقل الشيعي وهذا هو الذي جرى ولا زال يجري في واقعنا الشيعي بعد كل ذلك فإن الشق الثاني من شقي الجريمة الطوسية البغيضة محاربة برنامج العترة الطاهرة والذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين هناك هندسة هندسها أئمتنا صلوات الله عليهم لحفظ دينهم قطعاً حفظ حديثهم وحفظ معارفهم في خزائن حديثهم العنوان الأول والعنوان الأهم في هذه الهندسة التي أحدثكم عنها إذن سيكون حديثنا عن الشق الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة وهذا ما لا يعرف مراجع النجف وكربلة غيره إنهم ناجحون في حربهم على أولياء أهل البيت وناجحون في حربهم على حديث أهل البيت وناجحون في ضحكهم على ذقون الشيعة وناجحون في ملء عقول الشيعة بالترهات والسفاهات والأكاذيب هذا هو الذي نجح فيه المراجع الطوسيون منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين يحاربون أولياء أهل البيت لماذا؟ لولايتهم لأهل البيت الصادقة ولبراءتهم من أعداء أهل البيت الصادقة يحاربونهم على هذا الأساس يحاربون حديث أهل البيت ويدمرونه بأي وسيلة ممكنة تحت عنوان إحياء أمر أهل البيت وتحت عنوان حماية وحراسة مذهب أهل البيت إنهم لا يحسنون إلا القيامة بهذا ويحسنون أيضا أن يملأوا رؤوس الشيعة بخرائهم الفكري وبقداراتهم العقائدية الناصبية وهذا هو الذي جرى ولا زال يجري في واقعنا الشيعي لا نستطيع أن نتصور حربهم وما يقومون به من تدمير برنامج العترة الطاهرة لأجل الشيعة ولأجل التشيع لا نستطيع أن نتصور ذلك حتى نعرف ولو بنحو إجمالي برنامج العترة الطاهرة الذي هو هندستهم لحفظ الدين ولذا سيكون حديثي في هذه الحلقة وفي التي تليها عن هندسة العترة لحفظ الدين سأجعل كلامي في عدة مقاطع الموضوع الموضوع واسع لأجل أن لا يكون هناك التباس وأن لا يكون هناك خالط فيما بين الأحاديث فإنني سأقسم كلامي إلى مقاطع المقطع الأول والبداية من هنا الحديث عن الواقع الذي سيكون أئمتنا أخبرونا عن الواقع الشيعي في قادم الأيام وحديث أئمتنا مركز على الواقع الشيعي زمان الغيبة الثانية إنه زماننا هذا الغيبة الثانية ابتدأت منذ سنة 329 للهجرة وإلى يومنا هذا وهي مستمرة فأكثر حديث أئمتنا موجه لهذه الفترة الزمانية الطويلة والتي تهيمن عليها الأحداث الهائلة والحوادث العظيمة منذ أن بدأت وإلى هذه اللحظة أعود إلى أحاديثهم صلوات الله عليهم إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة إنه الحديث الثالث وهو حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث حذيفة بن اليمان وهو من خواصه ومن حملة أسراره كلام طويل من جملة ما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن علمنا أهل البيت سينكروا ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا هذا الأمر جرى في زمن الحضور وجرى في زمن الغيبة الأولى وجرى في زمان الغيبة الثانية التي نحن فيها لكننا إذا أردنا أن ندقق النظر فيما بين هذه المراحل فإن الحديث ينطبق بالدرجة الأقوى وبالدرجة الأشد على زمان الغيبة الثانية من جهة من جهة دلالة هذا المضمون ومن جهة بقية الكلام فإن الحديث في عاقبة الأمر يكون عن الغيبة الثانية وعن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول أمير المؤمنين حتى إذا بقيت الأمة حيارا وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالك والإمامة باطلة فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى إلى الوقت والوع ونداء المنادي من السماء ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعة فكلام سيد الأوصية في أجواء الغيبة الثانية وإن كان هذا المضمون يمكن أن ينطبق على زمان الحضور وما حدث في ذلك الزمان من الوقائع والأحداث وينطبق أيضا على زمان الغيبة الأولى لكن المضمون هذا ينطبق بشكل واضح جدا على الغيبة الثانية فضلا عن أن عاقبة الحديث في كلام أمير المؤمنين تأخذنا إلى الغيبة الثانية بكل تفاصيلها هكذا يقول أمير المؤمنين إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل من الذي ينكره إذا أردنا أن نقوم بعملية مقايسة بين بين إنكار نواصب سقيفة بني ساعد وبين إنكار نواصب سقيفة بني طوس فما أنكره المنكرون من نواصب سقيفة بني ساعد لا يعد بشيء بالقياس إلى الذي أنكره المنكرون من نواصب سقيفة بني طوسي علماء سقيفة بني ساعدة لا علاقة لهم بكتب حديث العترة وإنما علماء سقيفة بني طوسي هم الذين أخرجوا حديث العترة من الواقع الشيعي فأنكروا أكثر من تسعين بالمئة من حديثهم أخرجوه من دائرة الدين الذي يدينون به ومنأوا الفراغ بما أخذوه من نواصب سقيفة بني ساعدة فصنعوا دينا مسخا هو هذا الذي صنعه الطوسي المشؤوم إنه المذهب الطوسي اللعين فأضرار الطوسيين اللعناء أكثر بكثير أكثر بملايين المرات بتريليونات المرات مما فعله نواصب سقيفة بني ساعدة ولذا فإن إمامنا الصادقة يقول عنهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه هي الحقائق ومر علينا في الشق الأول وما بينته لكم من نشاطهم المحموم في تحريف الدين وتزييف العقيدة وكل ذلك كان بالوثائق والحقائق وبالأدلة والحجج والشواهد إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته قتل الرواة إما أن يكون قتلا 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 حسيا قتلا ماديا وإما أن يكون قتلا في تحويل حياتهم إلى جحيهم بتأليب الناس عليهم بقطع أرزاقهم بمحاولة إيقاعهم في المشاكل تلوى المشاكل هذا هو الذي جرى ولا زال يجري إلى هذه اللحظة إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا أنا أسألكم هذه الساحة الشيعية موجودة وسائل الإعلام في كل مكان منابر التبليغ في كل الجهات ابحثوا بين المنابر وبين الفضائيات وبين المواقع الألكترونية وبين 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 ابحثوا ابحثوا عن الجهات التي تتلو علمهم وحديثهم ابحثوا عنها وانظروا هل هم يعيشون في أمن وأمان ومن الذين يحاربونهم هل هم الوهابيون أم أنهم السيستانيون الشرازيون الخوعيون العرفانيون الشيخيون الأخباريون هؤلاء هم الذين يحاربون من يتلو علم أهل البيت وهم لا يتلون شيئا من علم أهل البيت إلا إذا كان محرفا ومزيفا على اختلاف هذه المجموعات والاتجاهات هذا الأمر بإمكانكم أن تتأكدوا منه بأنفسكم وقارنوا بين الذين يدعون أنهم يعرضون علم أهل البيت وحديث أهل البيت قارنوا فيما بينهم تستطيعون أن تشخصوا الخبير منهم والصادق منهم والعارف منهم بحديث أهل البيت وعلم أهل البيت وحينئذ فانظروا إلى أولئك الذين يدعون علم أهل البيت ماذا يفعلون مع هذه الجهة وطبقوا هذا الحديث إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة إنه الحديث السادس بعد المائة عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه كأنني بدينكم هذا إنه يتحدث عن دين العترة الطاهرة فهو لا يتحدث عن دين سقيفة بني ساعدة ولا يتحدث عن دين سقيفة بني طوس إنه يتحدث عن دينه عن دين العترة الطاهرة كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحص بدمه لا يزال موليا لا يزال بعيدا بعيدا عن الساحة التي يفترض أن يكون فيها فقد ول ابتعد عن ساحته لأن الأبواب قد أغلقت بوجهه ولأن النفوس قد أعرضت عن قد أعرضت عن هذا الدين كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحص بدمه يفحص بدمه إنه ملطخ بدمه وإنما يفحص بدمه عملية الفحص هذه هي حركة الأطراف حركة الأيدي حركة الأرجل لماذا؟ لشدة الألم من الجراح فهذا الدين جريح يفحص بيديه وبرجليه والدماء شاخبة الدماء نازفة من جوانبه ولقد ولى بعيدا ولى بعيدا عن الساحة التي لا بد أن يكون فيها لقد حل في الساحة دين مزيف دين بديل هذا هو الذي يجري والذي جرى كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت إنه قائم آل محمد سيبقى هذا الدين موليا يفحص بدمه ما دام هؤلاء اللعناء أعني مراجع النجف وكربلاء يتربعون على عرش الزعامة الدينية والدنيوية ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين الإمام يتحدث عن أحوال الناس زمان دولة قائم آل محمد وتعتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله كأنني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحص بدمه نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة العاشرة بعد المئتين إنه الحديث الثالث عن إمامنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال لماذا تشمئز منه قلوب الرجال لأن قلوب الرجال قد ملئت بالهراء والخراء هذا هو السبب وإلا فأي شيء في حديث العترة يكون باعثا على الإشمئزاز إنه حديث الفصاحة والبلاغة والأدب إنه حديث المنطق السليم إنه حديث القرآن حديثهم يطابق القرآن وكذلك قرآنهم يوافق حديثهم حديثهم هو حديث الله وكلامهم هو كلام الحقيقة الواضحة الساطعة حين يتحدثون فإن الشمس هي التي تتحدث وحينما يبينون فإن النسيم العليل هو الذي يبين وحينما يسهبون فإن عطر الورود هو الذي يسهب ويفوح في مجالسهم هذا هو حديثهم فلماذا تشمئز منه قلوب الرجال لأنها قلوب منكوسة لأنها قلوب سلب منها التوفيق هذه قلوب مخذولة والكلام والكلام هنا ليس عن نواصب سقيفة بني ساعدة لأن نواصب سقيفة بني ساعدة لا يحدثهم أصحاب الأئمة بحديث الأئمة إنما أصحاب الأئمة يحدثون الذين يقولون نحن شيعة إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا بالتدريج فمن أقر به فزيدوه من أقر به من الشيعة وإلا فإننا واصب سقيفة بني ساعدة رافضون لكل حديث العترة الطاهرة إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليج حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا هذا هو الواقع الذي سيكون حينما يقتل رواة الحديث وحينما يساء إليهم وحينما يكون دين العترة موليا يفحص بدمه هذا الذي سيكون على أرض الواقع في الوسط الشيعي نحن لا شأن لنا بالوسط الوهابي أو بالوسط الصوفي هذه أحاديث العترة عن شيعتهم وعن واقع الشيعة في قادم الأيام بالنسبة لأيامهم حينما حدثوا الشيعة بهذه الأحاديث هي هي أيامنا هي هي أوقاتنا إنها غيبتنا الطويلة الثانية إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لابد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجه البطانة خاصة الرجل وحملة أسراره وكذلك هذا المعنى يأتي في الوليجة أيضا لكن الوليجة أخص الوليجة هو من يرتبط به الناس وتلج محبته إلى قلوبهم الوليجة الوليجة إنهم مراجع الدين الكذابون إنهم قادة الأحزاب الشيعية المنافقون هؤلاء هم الذين يصطلح عليهم في ثقافة العترة بالوليج إنه إنه لابد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة زعماء الدين والدنيا حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين هذا تعبير كنائي للذي يكون حاذقا للذي يكون ذكيا إنه الذكاء المدرسي إنه الذكاء الدنيوي لن ينتفع الأذكياء بذكائهم الدنيوي إلا بحدود الدنيا إذا كانوا لا يمتلكون الذكاء الديني إنها البصيرة التي يفتقدها الناس ويفتقر إليها أكبر مراجع الدين في الوسط الشيعي وفي الوسط السني هناك كلمة خطيرة في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار إنني أقرأ عليكم من الجزء الرابع والسبعين من بحار الأنوار للمجلس يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان إنك لن تصل إليها يا أبا ذار يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم وهذا بالضبط ما كنت أحدثكم عنه في الحلقات الماضية على سبيل المثال حينما كنت أحدثكم عن محمد باقر الصدر من أنه كان في قمة الذكاء والنبوغ المدرسي التدريسي الدنيوي لكنه لم يكن يمتلك ذرة من الذكاء الديني كتبه تتحدث عن هذا مواقفه شيرته هذا المضمون ينطبق عليه وعلى غيره مراجع النجف وكربلاء لا يمتلكون ذرة من الذكاء الديني لا بصيرة عندهم وإنما يمتلكون ذكاء دنيويا لو كانوا يمتلكون ذرة واحدة من الذكاء الديني لما تركوا دين العترة وذهبوا يتمسكون بالمذهب الطوسي بهذا المذهب النجس لما نقضوا بيعة الغدير وذهبوا يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري لما تركوا حقائق عقائد العترة الطاهرة وذهبوا يأخذون عقائدهم من المعتزلة والأشاعرة هذا أدل دليل على أنهم لا يمتلكون ذرة من الذكاء الديني لا بصيرة عندهم من كان منهم ذكيا فإن ذكاءه ذكاء دنيوي وهذا هو الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر يا أبا ذر لا تصيبوا حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم هذه حقائق الحياة وهنا هنا 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 تعلموا في جامعة الحياة جامعة الحياة الحقيقية في ثقافة محمد وآل محمد في ثقافة العترة الطاهرة هنا 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 جامعة الثقافة هنا هنا مدرسة الحقيقة هنا هنا معهد المعارف الإلهية الواضحة هنا 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 دين العترة الطاهرة وهنا معارف العترة الطاهرة وهنا ثقافة العترة الطاهرة إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا إلا نحن وشيعتنا شيعتهم من أمثال سلمان في بعض الروايات التي تتحدث عن شيعة أمير المؤمنين إنما شيعة أمير المؤمنين منهم؟ منهم؟ إنما شيعة أمير المؤمنين الحسن والحسين إنما شيعة أمير المؤمنين الحسن والحسين فسلمان وأبو ذر والمقداد ومحمد ابن أبي بكر ومالك الأشتر وهؤلاء يأتون في الحاشية بحسب هذه القاعدة إنما شيعة علي الحسن والحسين بحسب هذه القاعدة فهؤلاء العظماء هؤلاء الأطهار والأخيار من شيعة علي وأهل علي يأتون في الحاشية فأين سنكون نحن؟ في أي جهة؟ في أي زاوية من الزوايا؟ حتى لا يبقى يقول الباقر صلوات الله عليه حتى لا يبقى إلا نحن وشعتنا لازلت أقرأ من غيبة النعماني في الصفحة الأربعين بعد المائتين من الحديث الثاني والعشرين عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يحدث أبا حمزة الثمالي وهو من خواص أصحابه يا أبا حمزة لا يقوم القائم إنه قائم آل محمد صلوات الله عليه إمام زماننا الحجة بن الحسن يا أبا حمزة لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا وخروجه إذا خرج عن الإياس والقنوط فإن الإياس سيهيمن على الواقع الشيعي بشكل خاص وعلى العالم عموما إنها الكآبة العالمية والتي بدأت ملامحها في وقتنا هذا ملامح الكآبة العالمية بدأت منذ أيام الكورونا وستستمر إلى زمن طويل الروايات أخبرتنا هذه التفاصيل التي تحدث عنها إمامنا الباقر تتحرك أمام أعيننا في واقع الحياة في مختلف جهات الأرض يا أبا حمزة لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل هذه الزلازل تصدق على زلازل الأرض وتصدق كذلك على زلازل القلوب الحديث هنا يشير إلى زلازل القلوب يا أبا حمزة لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك إنه المرض المنتشر قلت لكم بدأت الكآبة مع الكورونا المراد من الطاعون هو المرض الذي ينتشر انتشارا واسعا بين الناس وهذا الذي يقال له الطاعون صحيح هناك صنف من أصناف المرض يقال له الطاعون الأسود هناك أكثر من مرض يصطلح عليه الطاعون لكن معنى الطاعون أيضا المرض الذي ينتشر انتشارا واسعا وسريعا بين الناس يا أبا حمزة لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك البداية من هنا وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا وخروجه إذا خرج صاحب الأمر عن الإياس والقنوط بعدما تسيطر الكآبة العالمية على الناس في مختلف بقاع الأرض وهي تباشيرها قد بدت تباشير الكآبة العالمية قد بدت فيا طوب فيا طوب لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه إذن هذا هو الواقع الذي نعيش فيه والذي سيكون أشد وأشاد أئمتنا يخبروننا عن قادم الأيام بالقياس إلى أيامهم إنها أيامنا التي نعيشها ونحياها ولازلت أقرأ من غيبة النعماني في صفحة السادسة والثلاثين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الأول عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربا إذن هذا هو الواقع الذي ينتظرنا والذي بدأ منذ بدايات الغيبة الكبرى ولا زال يستمر بنفس هذه الاتجاهات دين العترة صار موليا إنه جريح يفحص بدمه وحديث العترة أنكروه وأبطلوه إنهم مراجع الشيحة كتبهم موسعاتهم حوزاتهم فضائياتهم ورواته رواة حديث العترة الطاهرة يساء إليهم بكل أنواع الإساءات ويقتلون يقتلون حسيا ماديا ومعنويا هذه خارطة الواقع الذي كان ينتظرنا قبل أن نولد وهو هو ينتظرنا في قادم الأيام لأجيالنا هذه وللأجيال القادمة إن لم يكن هناك من ظهور قريب وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربة نذهب إلى لا فصل عرضت بين أيديكم في المقطع الأول من الأحاديث التي تخبرنا عما سيكون عليه الواقع هذه هذه الأحاديث صدرت زمان أئمتنا صلوات الله عليهم إنه زمان الحضور ما قبل الغيب صدرت هذه الأحاديث كي تنبئنا بالذي سيكون عليه الواقع لا أريد أن أعيد ما تحدثت عنه الأحاديث وبينته لكم إنه واقع مرير مرير في جميع اتجاهاته في اتجاهاته المادية والمعنوية في اتجاهاته الدينية والدنيوية في اتجاهاته السياسية والاجتماعية واقع مرير والمرارة تزداد يوما بعد يوم بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة لهذا الواقع العترة أخبرون برغم أن الواقع مرير لكن الذي يريد أن يرتبط بالعترة فإن أمر العترة أبين من الشمس برغم كل تلك الزلازل وتلك الدواهي والمصائب أقرأ عليكم من الكافي للكليني المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانية وعشرين للهجرة والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الجزء الأول في الصفحة السابعة والسبعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثالث حديث طالما قرأته عليكم وطالما شرحته وبينت آفاقا من مضمونه ومعناه حديث الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي لن أقرأ الحديث بتمامه وإنما أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف المفضل ابن عمر يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه بعد أن حدثه عن الرايات المشتبهة فماذا قال الإمام الصادق للمفضل والله الإمام هنا يقسم وهل أن الإمام بحاجة للقسم وهو يتحدث مع المفضل حتى يصدقه المفضل هذا تأكيد للحقيقة التي يخبر عنها الإمام والقسم هو أسلوب من أساليب التوثيق والتأكيد والتجديد على حقيقة ما يخبر به الذي أقسم فكيف إذا كان القسم من إمام معصوم والله والله لأمرنا وهذه لام التوكيد أيضا والله لأمرنا أبينوا من هذه الشمس هم أخبرون عن واقع مرير وماذا سيجري على حديثهم وماذا سيجري على رواة حديثهم وكيف ستكون الحياة ومن أن دين العترة سيكون موليا بعيدا عن ساحته إنه جريح يفحص بدمه ولكن مع كل هذا فإن أمرهم أبينوا من الشمس الإمام يقسم ويؤكد الكلام بلام التوكيد والله لأمرنا أبينوا من هذه الشمس وهو يشير إلى الشمس حقيقة إلى الشمس الحسية المفضل بعد أن سمع الإمام الصادق وهو يخبره عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي قال فبكيت ثم قلت فكيف نصنع قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال يا أبا عبد الله هذه كنية المفضل ترى هذه الشمس قلت نعم فقال والله لأمرنا أبينوا من هذه الشمس كيف سيكون أمرهم أبين من هذه الشمس أين نتلمس أمرهم إننا نتلمس أمرهم عند رجال أو عند جهات أو عند مؤسسات تنبئ عنهم علينا أن نبحث عن هؤلاء الرجال وعن هذه الجهات وعن هذه المؤسسات هؤلاء هم الذين ينبئون عنهم علينا أن نبحث عن علمهم هل هو في كتب هل هو في مدرسة هل هو في مؤسسة إعلامية هل هو يطرح في مسجد أو حسينية هل هو هل هو هل هو في هذين الاتجاهين علينا أن نبحث وإلا فإننا لا يمكن أن نتصور أن بحثنا سيكون في المحافل الرياضية مثلا في ملاعب كرة القدم أو أن بحثنا يكون مثلا في المعارض الفنية للرسامين والنحاتين وغيرهم أو أننا نبحث في مراكز الأحزاب السياسية الشيعية القطبية التي لا علاقة لها أساسا وشيعة يعرفون هذا لا علاقة لهم أساسا بالعترة الطاهرة ودينها قطعا لا يكون البحث في أجواء الحوزة الطوسية التي شغلها أشاغل تضعيف حديث أهل البيت وإنكار عقائدهم الحق وإنكار الأحاديث التفسيرية وفي الوقت نفسه يشيدون أركان العقائد المعتزلية والشافعية والصوفية يأتون بكل شيء من كل مكان لكنهم يتنفرون من حديث العترة حينما يكون حديثا حقيقيا وحينما تكون المضامين حقيقية لكنهم يضحكون على الشيعة من أنهم يقدمون لهم دين العترة وهم لا يفقهون منه حرفا واحدا سود الله تعالى وجوههم وجعلهم من الخاسئين كما تخسأ الكلاب في الدنيا والآخرة لما فعلوه بنا وما فعلوه بأسلافنا وبأجدادنا وآبائنا عبر القرون الماضية والله لأمرنا أبين من هذه الشمس أين نتلمس هذا عند رجال عند جهات عند مؤسسات ونبحث عن علمه أكان الرجال يتحدثون به أكانت الكتب تشرحه وتوضحه أكانت المدارس تدرسه نحن نبحث عن رجالهم وعن علمهم بحسب ما يقول إمامنا الباقر فإن الأمر سيكون أبين من هذه الشمس ما هو بأمر عسير الذي يجعل الأمر عسيرا حينما تكون العقول مطمورة بخراء رجال الدين الدجالين أتحدث عن السنة عن الشيعة عن المسيحيين عن اليهود عن كل الاتجاهات الدينية فإن رجال الدين في كل هذه الأديان يطمرون عقول أتباعهم بخرائهم بخرائهم الدين المشكلة تكون هنا الذي يكون قادرا على تطهير عقله من خراء رجال الدين من خراء مراجع النجف وكربلاء سيرى أمرهم أبين من هذه الشمس هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي طالب به سيد الشهداء في أحرج اللحظات في يوم عاشراء حينما قال لهم لقتلته وهم يهاجمون عياله والدماء قد خضبته من رأسه إلى قدميه يقول لهم كونوا أحرارا في دنياكم كونوا أحرارا كونوا أحرارا في دنياكم لم يطالبهم أن يكونوا أحرارا في دينه فتلك منزلة عالية جدا لكن البداية حينما يكون الإنسان حرا في دنيا يتوقع له أن يكون حرا في دينه لكنه إذا كان عبدا في دنيا مثل ما هو حال أهدخيين هؤلاء عبيد في دنياهم وعبيد في دينهم للعجول البشرية التي يعبدونها سيد الشهداء طالب قتلته بأن يكونوا أحرارا أحرارا في دنياهم ورفع صوته في يوم عاشوراء يبحث عن الأحرار في الدين عن الأحرار في العقول والقلوب ألا حر كان يردد هذه الكلمة ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها اللماضة بقايا الطعام الذي يكون بين الأسنان وإذا ما تأخر فإنه يتفسخ وتصبح رائحته أنتنى من رائحة الغائط تلك هي الدنيا سيد الشهداء يتحدث عن الدنيا هنا إنه يصفها بهذه اللماضة ببقايا الطعام الذي يحشر فيما بين الأسنان ثم بعد ذلك يتفسخ فتصبح الرائحة كريهة كريهة ومقززة جدا هذه هي الدنيا ألا حر ألا حر هذا الدين دين الأحرار هذا ما هو بدين العبيد هذا دين الأحرار لو لم تكن هذه الفضائية حرة بالمعنى الحقيقي للحرية لو لم أكن حرا ومستقلا ما استطعت أن أتحدث بهذا الحديث الحق يحتاج إلى قاعدة لن ينشأ الحق في أرض العبودية والهوان إنما ينشأ الحق في أرض الحرية والاستقلال ألا حر هذا نداء الحسين ألا حر يدع هذه اللموضة لأهلها وماذا بعد ويلتحق بنا سيد الشهداء كان يبحث عن الأحرار يريد أحرارا كي يلتحقوا به ولذا فإن ذلك الموكب الحر هو الذي أفرز غير الأحرار حينما خرج الحسين من مكة خرج معه جمع كثير لكنهم بدأوا ينسحبون شيئا فشيئا بعدما وصل خبر مقتل مسلم بدأوا ينسحبون ليلا في الخفاء عملية فالترى فلم يبقى مع سيد الأحرار إلا الأحرار هذا أبو الأحرار والذين بقوا معه هم الأحرار ألا حر ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها الأحرار هم الذين يستطيعون أن يتبين هذا الأمر والله لأمرنا أبين من هذه الشمس ما حكايته آل محمد مع الشمس قلت لكم قبل قليل إنهم حين يتحدثون فإن الشمس هي التي تتحدث أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 512 إنني أقرأ عليكم من التوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب في آخر التوقيع الشريف صاحب الأمر وقد كتبه بخط يده ووصل إلى السفير الثاني إلى محمد ابن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي إمام زماننا يخبرنا وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب والسحاب هو الغيم الأبيض وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب حديث الشمس وحكمة الشمس ومركز الشمس والله لأمرنا أبينوا من هذه الشمس في الكافي نفسه في الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد المئتين إنه الحديث الأول من الباب الذي عنوانه أن الأئمة نور الله عز وجل بسند الكليني عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين وماذا بعد إننا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان كلامكم نور وأمركم رشد كلامكم نور قلوب منورة بنور الإمام وكلام نوري هذه العبارة عبارة دقيقة جدا كلامكم نور النور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره النور لا نستكشفه بغير نفسه ومن هنا فإن حديثهم لا بد أن نستكشفه بنفس حديثهم لا بد أن نصل إلى أسرار حديثهم من خلال نفس حديثهم هذا هو منهج المعاريط ومنهج لحن القول حقائق حقائق معارفهم في مضامين أحاديثهم وفي مضامين آيات قرآنهم فقرآن مفسر بحديثهم وحديث يفسره قرآنهم وتمتزج وتمتزج الحقائق كي يظهر هذا المعنى واضحا كلامكم نور النور لا يحتاج إلى وسيلة إنارة إنه يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره فهل هناك من حاجة إلى علم رجال كي نستكشف نورية كلامهم هذه ظلمات فوقها ظلمات المنهج الحوزوي ظلمات فوقها ظلمات وخراء فوقه خراء أما حديثهم فهو كما تقول الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور هذه منظومة متكاملة أمرهم أبين من الشمس في زمان الغيبة الانتفاع بفيض إمامنا كالانتفاع بالشمس حينما يجللها السحاء والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار كلامكم نور هناك تواصل هناك تواصل بين هذه الحقائق الأئمة هنا لا ينسجون لنا كلاما إنشائيا هذه حقائق الزيارة الجامعة الكبيرة هذا نص دستوري كل حرف فيها وضع لغاية من الغايات كل جملة فيها لها مقاصد دقيقة ودقيقة جدا النخعي ماذا قال لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله إذا زرت واحدا منكم قولا بليغا كاملا هذا هو القول البليغ الكامل قطعا بحسبنا لا بحسبهم بحسبهم الزيارة الجامعة الكبيرة ما هي بقول بليغ كامل إنما هي قول بليغ كامل بحسب أنا وبحسبكم أنتم بلاغة الزيارة الجامعة الكبيرة تنسجم مع عقولنا لكنها لا تنسجم مع مقاماتهم التي هم يعرفونها الزيارة الجامعة الكبيرة تخبرنا نحن هذا شأن مرتبط بنا لا علاقة لمقاماتهم الحقيقية التي لا يعرفها إلا الله وهم ففقه ففقه دين العترة ففقه دين العترة هذا هو القول البليغ الكامل بالنسبة لنا كل كلمة كل جملة في هذا النص هي خزانة علينا أن نفتحها وطريقة فتحها لا بد أن نتعلمها منهم مثل ما يقول إمامنا الباقر لزرارته ورواية في الكاف الشريف في الجزء الأول وفي الجزء الثاني أيضا ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء وردى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء الخزائن منهم وجواهر الخزائن منهم والمفاتيح منهم والهداية إلى تلك المفاتيح منهم ونظافة هذه القلوب منهم والتوفيق لمعرفتهم ومودتهم منهم هم الأول والآخر مثل ما نخاطبهم في زيارة آل ياسين ولازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نخاطب الحجة ابن الحسن وهذا النص قد وردنا منه صلوات الله عليه وأشهد أنك يا بقية الله وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر أنني أخاطب محمداً وآل محمد أنتم الأول والآخر تكويناً وتشريعاً أنتم الأول والآخر سادتي مثل ما قلت لكم قبل قليل التوفيق منهم والهداية إلى المفاتيح منهم والمفاتيح منهم والخزائن منهم وجواهر الخزائن منهم وكل شيء منهم مثل ما نقرأ في زيارة الندبة وهي مروية عن إمام زماننا أيضاً فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل فما شيء مننا نحن الذين نقول إننا شيعتكم ونحن هنا مصداق هذا الكلام ينطبق على كل الآدميين بل ينطبق على كل الموجودات لكن الحديث في أجواء علاقتنا نحن الذين نقول إننا شيعة فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل أنتم الأول والآخر ماذا نقرأ في دعاء زيارة آل ياسين اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالات لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف هذا هو دعاء النور هذه منظومة النور المتكاملة جهة هي أبين من الشمس قلب ينوره الإمام بنور يكون أنور من الشمس تواصل مع الإمام في غيبته كالتواصل مع الشمس وقد جللها السحاب غيبها السحاب تواصل مع منظومة حديثهم الذي هو نور على نور كلامكم نور كل هذا يضعنا في المنزلة التي يتحدث هذا الدعاء عنها فهناك نور اليقين وهناك نور الإيمان وهناك نور النيات وهناك نور العلم وهناك نور العمل نور الصدق نور البصائر نور الضياء نور الحكمة نور الموالات وكل واحد من يأخذ من بحار الأنوار هذه بحسب وعائه يا كميل أمير المؤمنين يقول لكميل لكميل بن زيان يا كميل يا كميل القلوب أوعية القلوب أوعية وخيرها أوعاها خيرها أوعاها الأوعى هو الأكبر والأوسع والأعمق هذا هو الأوعى يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها هذه القلوب وهذه الأوعية لابد أن تملأ بحسب نصيحة ووصية أمير المؤمنين لكميل ماذا قال له يا كميل يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا إذن هذه القلوب الأوعية لابد أن تملأ من هنا إنها بيحة الغدير بيحة الغدير بيحة الغدير تحاصرنا تحاصرنا في ظواهر القرآن وبواطنه تحاصرنا في محكم القرآن ومتشابهه تحاصرنا في ناسخ القرآن ومنسوخه تحاصرنا في مطلق القرآن ومقيده تحاصرنا في عام القرآن وخاصه في مجمله ومفصله تحاصرنا تحاصرنا مع كل بسملة مع كل آية تحاصرنا في الحروف المقطعة في أوائل السوار تحاصرنا تحاصرنا في كل وقفة في كل مدة في كل جهة من جهات القرآن في كل مجاريه ومطالعه وحدوده وغاياته وآفاقه تحاصرنا بيعة الغدير مع كل نفس من أنفاسنا يا كميل يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن مننا هذه هي العترة وهذا دينها وهذه حقائق الإسلام هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام وليس هذا الذي يضحكون به عليكم في مدارس السنة أو في مدارس الشيعة الإسلام في مدرسة علي فقط الإسلام في حوزة علي فقط الإسلام عند علي وعلي 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 فقط ولا يوجد إسلام عند غير عهلي هذا هو دين الله ودين محمد صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل المقطع الأول مر علينا ما سيكون عليه الواقع أخبرونا منذ أيامهم من أن قادم الأيام قادم العصر سيكون مثل ما أخبرونا وقد تحقق كل الذي أخبرونا به فنحن نعيش الواقع مثلما وصفت أحاديثهم هذا الواقع وقد قرأت عليكم نماذج من كلماتهم قبل قليل هذا المقطع الأول من حديثي لأنني قلت لكم سأقسم حديثي إلى مقاطع المقطع الأول ما سيكون عليه الواقع المقطع الثاني أبين من الشمس أمرهم أمرهم أبين من الشمس مع كل ذلك الظلام ومع كل تلك الزلازل ومع طوفان الفتن الهائج إلا أن أمرهم أبينوا 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 من الشمس وبينت لكم من أن البحث سيكون عن رجالهم وعن علمهم المقطع الثالث المقطع الثالث إعدادهم لرجالهم هم الذين يقومون بإعداد رجالهم وإلا كيف سيكون أمرهم أبين من الشمس ما لم يعد رجالا لذلك وما لم يحفظوا لنا حديثهم وما لم يحفظوا لنا معارفهم وعقائدهم في حديثهم وكل هذا يحتاج إلى هندسة إخبارهم لنا بما سيكون عليه الواقع هو جزء من هذه الهندسة أخبرونا كي نعرف الذي يجري بيانهم لنا من أن أمرهم أبين من هذه الشمس هو جزء من هذه الهندسة إعدادهم لرجالهم جزء من هذه الهندسة من هذه الهندسة التي هي برنامجهم لحفظ دينهم إنني أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق إنها طبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة في الصفحة الثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة حديث طويل بدأ في الصفحة الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إمامنا زين العابدين يقول لأبي خالد الكابلي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته الحديث عن شيعة الحجة بن الحسن والحديث عن الغيبة الطويلة عن الغيبة التي نحن نعيشها يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ هل الفضيلة فيهم ذاتا؟ قطعا لا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هذا إعداد إعداد واضح فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة من خلال محمد وآل محمد بوابة الفيض إمام زماننا فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة إذن هناك رجال تكون عملية إعداد لهم قطعا كل شخص بحسبه لا يمكن أن يكون شخصان بنفس المنزلة وبنفس المرتبة لأن المدارك تختلف لأن النوايا تختلف لأن الثقافة والمعرفة تختلف وهكذا هناك هناك عملية إعداد الرواية واضحة صريحة يا أبا خالد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا لماذا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هذا مستوى من مستويات الإعداد مستويات إعداد الرجال كثيرته والروايات حدثتنا كثيرا عن هذا الأمر لكن القوم في النجث لأنهم ليسوا من هؤلاء الرجال فلا يتذوقون هذه المعاني ولا تخطر في بالهم وهذه الروايات ضعفوها ضعفوها بقذارات علم القنادر علم الرجال هؤلاء رجال الشيطان وهذه الروايات تتحدث عن رجال الله عن رجال محمد وآل محمد وفارق بين هؤلاء الرجال وهؤلاء الرجال فهؤلاء رجال الشيطان ولذلك دمروا هذه الأحاديث لماذا لم يكونوا في هذه المنزلة قد يقول قائل ربما هم في هذه المنزلة هذه المنزلة لها آثارها فهل آثارها أن يحجر حديث العترة وهل آثارها أن يترك تفسير العترة وأن يفسر القرآن بتفسير النواصل وهل آثارها أن يتركوا حقائق العقيدة ويتمسكوا بعقائد المعتزلة والأشاعرة وهل 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 فلا يمكن أن يكون هؤلاء من هؤلاء الرجال الذين تتحدث هذه الروايات والأحاديث عنهم أساسا هم لا يؤمنون بهذه الروايات يضعفونها في نهج البلاغة الشريف وقد قرأت هذا عليكم مرارا وكرارا لكنها أحاديث أهل البيت لا بد أن نعود إليها وأن نعود إليها وأن نعود إليها مثل ما نقرأ في زياراتهم الشريفة حينما نودعهم فماذا نطلب في دعاء وداعنا ونسألك اللهم العود ثم العود ثم العود أن نعود إليهم وأن أقول أيضا هنا متوسلا بإمام زماني أن يوفقني أن أعود وأن أعود وأن أعود إلى كلماتهم وإلى أحاديثهم وأن تبقى أحاديثهم عالقة في عقلي وقلبي وروحي وضميري حتى بعد موتي أن تكون هذه الأحاديث أنيسي في قبري وهل هناك من أنيس يكون أكثر مؤانسة من كلمات علي هذه كلمات أمير المؤمنين إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة إنها الخطبة الخمسون بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا عن زمان الفتنة إنه زمان الغيبة الطويلة إنه زمان غيبتنا التي نحن نعيش فيها أمير المؤمنين عن أحوال إمام زماننا من أنه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة القائف الذي يعرف تتبع الآثار في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة ولو تابع نظرة ثم ليشحذن فيها قوم هؤلاء هم الرجال الذين في مرحلة الإعداد عملية الشح هي عملية حد السيوف حينما يقوم الحداد بحد السيوف وصقلها ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر القين هو الحداد تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح إنهم يشربون الحكمة المهدوية صباحا ومساء هذه هي العقول والأفهام والمعرفة التي صارت عندها الغيبة بمنزلة المشاهدة عملية إعداد واضحة إذن أين هؤلاء الذين في النجف عن هذا الإعداد وهم لا يحسنون قراءة صلاته منطح الله عظم إذن أين هؤلاء عن هذه الحقائق هذا جزء واضح بيّن من هندسة العترة لحفظ دينها ثم ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح صباحا ومساء يشربون كؤوس الحكمة المهدوية من فيض إمام زمانهم وماذا نقرأ أيضا إنه الجزء الرابع والسبعون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الثمانين إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين هذه عملية إعداد فقهه الله الله هو الذي فقهه من الذي يفقهه الإمام المعصوم يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه هذه العملية تأتي من الخارج وليس من الداخل مرادي ليس من الداخل لا يقوم الإنسان بها بجهده الخاص به وإنما هو لطف يأتي من الخارج واللطف الذي يأتي من الخارج إنما يأتي من إمامه يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه هناك عملية تفقيه فقهه وعملية تزهيد زهده وعملية تبصير بصره فليس هو الذي قام بالزهد بنفسه وليس هو الذي قام بالفقه بنفسه هناك رجل يتفقه في الدين هناك رجل يتزهد في الدنيا هناك رجل يتبصر بعيوب نفسه هذا شيء يقوم به من عنده بحسب ما يتوفر لديه من إمكاناته رجل يتفقه في الدين وهناك رجل يفقه في الدين فقه في الدين هناك رجل يتزهد في الدنيا وهناك رجل يزهد فيها وزهده في الدنيا هناك رجل يتبصر بعيوب نفسه وهناك رجل يبصر بعيوب نفسه هناك فارق كبير بين الاثنين يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه عملية تأتي من خارج هذه عملية إعداد مثل ما مر علينا في نهج البلاغة الشريف ومثل ما مر علينا في رواية أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجد في فضل أهل زمان الغيبة الثانية على كل أهل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة كالذين تحدث عنهم أمير المؤمنين من أنهم يسقون كؤوس الحكمة المهدوية صباحا ومساء هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم رسول الله مع أبي ذار يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا هذا الزهد الحقيقي وليس الذي يدعيه عرفاء الشيعة الذين لا زهد عندهم إلا الرياء وإلا الضحك على ذقون الشيعة وما هو بزهد مراجع حوزة النجف وكربلاء هؤلاء كذابون هؤلاء لو كانوا زهادا حقيقة لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم فأية حكمة عند هؤلاء وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام يا أبا ذر إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من فإنه يلقى الحكمة يا أبا ذر إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من فإنه يلقى الحكمة فأين هذه الحكمة عند هؤلاء المراجع الكذابين أين ينابيع الحكمة التي تتفجر من القلوب على الألسنة كذابون السفلة يضحكون علينا هذا هو الإعداد الذي تقوم العترة الطاهرة به للذين تنتخبهم من شيعتها تلاحظون أن النصوص واضحة وواضحة جدا في موضوع إعداد الرجال نذهب إلى فاصل في رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي هنا الطبعة الرابعة 2004 ميلادي الحديث الثاني في أول صفحة من كتاب الكشي قطعا بحسب الطبعة هناك مقدمة طويلة للمحقق الذي حقق الكتاب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا موازين معرفة الرجال وهذا يعني أن أن الأئمة سيعدون رجالا من هذه الطائفة من هذه المجموعة إنهم رواة الحديث الذين أرجع الإمام الحجة في توقيع إسحاق بن يعقوب أرجع الشيعة إليهم إلى رواة الحديث وليس إلى مراجع النجف وكربلاء الذين لا ينطبق عليهم هذا العنوان هؤلاء أعداء الروايات هؤلاء أعداء رواة الحديث يمكنكم أن تعرفوا ذلك إذا ما ذكروا مرجعا من المراجع سطروا له المديح والألقاب المراجع دائما ممدوحون الأموات والأحياء والذين سيأتون رواة الحديث يذكرون من دون ألقاب وأول شيء يذكر بخصوصهم التشكيك فيهم فلماذا يفعلون مع المراجع هكذا ومع رواة الحديث هكذا مع أن المراجع هم أبعد الناس عن العترة الطاهرة ورواة الحديث عاشوا في زمان الأئمة على الأقل هناك قرب زماني هناك قرب مكاني هناك علاقة قريبة بحسب ظواهر الأمور لماذا هذا التفريق لأن المراجع لا يعدون أنفسهم من رواة الحديث بل يعدون أنفسهم حكاما على رواة الحديث ولذا يمزقونهم شر تمزيق ولا يمجدونهم مثل ما يمجدون المراجع من صنفهم هم عمليا عزلوا أنفسهم عن الرواة فضلا عن أنهم لا يحفظون الروايات ولا يحسنون قراءتها ولا يفقهون مضامينها لأنهم أساسا ينكرون أكثر من تسعين بالمئة من هذه الروايات بحسب قذارات علم القنادر علم الرجال وهذا هو الموجود في الدروس الحوزوية وفي الكتب الحوزوية وفي المناهج الحوزوية وما هو بأمر خفي على أصحاب العمائم هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر الإمام الصادق يبين لنا من أن الرجال الذين يعدونهم في هذه المجموعة في مجموعة رواة الحديث أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا إحسان الروايات كثرة الحفظ وجودة الحفظ وجودة الإلقاء وفصاحة المنطق وبلاغة البيان في شرح الروايات ودقة الفهم ومعرفة حقائق القرآن من خلال الأحاديث التفسيرية هذا هو إحسان الرواية أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإن لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث إذن عملية الإعداد تكون في هذه المجموعة ولا يكون الإعداد لكل رواة الحديث للبعض منهم أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا هؤلاء رواة الحديث فإنا لا نعد الفقيه منهم من الذين يحسنون الرواية من الذين يحسنون الرواية فماذا سيكون موقف مراجع النجف وكربلا لا هم من رواة الحديث ولا هم من الذين يحسنون رواية الحديث أين أين سيكونون بحسب موازين تقييم العترة في أي مكان الإمام الصادق هكذا يقول أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا مراجع النجف لا هم من رواة الحديث وحتى لو كانوا فهم لا يحسنون الرواية واقعهم هو الذي يقول كتبهم هي التي تقول جهلهم هو الذي يقول أجوبتهم على الأسئلة التي توجه إليهم هي التي تقول فتاواهم هي التي تقول العترة يبحثون عن رواة الحديث ويبحثون عن الذين يحسنون رواية الحديث ويبحثون عن أحسن الذين يحسنون رواية الحديث من بين هؤلاء يعدون الفقهاء هذا كلام إمامنا صادقي صلوات الله عليه كلام منطقي دقيق ينسجم مع عظمة العترة ومع حكمة العترة ومع دقة العترة أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها ممن من رواة الحديث الذين يحسنون الرواية ومن المجموعة الأحسن من بين أولئك الذين يحسنون الرواية فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما مفقهان مزهدان مبصران يا أبا ذار إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه فقهه زهده بصره فهمه فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث هذه صلة غيب صلة غيب بالإمام التحديث علاقة غيبية لكنها بحسب الفقيه تناسب منزلته إنه التفهيم بفيض الإمام صلوات الله عليه بلطفه بلطفه الخفي بلطفه الجلي بأية مرتبة من مراتب اللطف هذا فإنا لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث الذين يحسنون الرواية وإنما ينتخب منهم الأحسن فالأحسن فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث في غيبة النعماني في الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل هناك تمييز بين المفهمين بين المفهمين عملية إعداد رجال معقدة في صفحة التاسعة والعشرين إمامنا الصادق يقول أعرف منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا فحتى هؤلاء الذين يفهمون هم على منازل على مراتب إذن أين نضع هؤلاء القمامة من نواب الشيطان في موازين العترة هذه أين نضع هؤلاء المسخرة أولا لابد من وجود طبقة من رواة الحديث من رواة الحديث الذين هم رواة حديث بحسب العترة الطاهرة وهناك تمييز للذين يحسنون الرواية وتمييز فيما بين هؤلاء لاختيار الأحسن والأحسن والأحسن من بين هؤلاء يعدون تفهيما يفهمون ومع ذلك فإن المفهمين على مراتب وعلى الشيعة أن يدركوا هذا وهذا يعني سيكون الأمر واضحا للجميع مثل ما قال أئمتنا من أن أمرهم أبينوا من هذه الشمس الحسد الحقد الجهالة السفاهة الصنمية الديخية هذه الأشياء وأمثالها هي التي تحول فيما بين الشيعة وبين معرفة دينهم وعقيدتهم ومعرفة الجهة التي يريد الأئمة منهم أن يأخذوا دينهم منها ما هذه أحاديثهم أنا لا أحدثكم بشيء من عندي تلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا وتشكل لوحة متكاملة متناسقة منتظمة متسقة راجعوا الأحاديث بأنفسكم هل تستطيعون أن تجدوا معنا واضحا وبينان ومن كل هذه الأحاديث غير الذي ذكرته لكم أنتم راجعوها بأنفسكم وعملوا بها ولكن بشرط أن تفهموها بنحو واضح فإما أن تفهموها كما فهمتها وإما أن تفهموها بنحو يكون أفضل من فهمي هذا وإلا أن تضيعوا في خبط وخلط فتلك متاهة بني إسرائيل أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا هذا فهم يصل إلى الشيعة منا مفهما وفهمهم منا وفهمهم ترجمة نانسي قنقر